هل أزمة السكر انتهت؟ هم بيقولوا أن أزمة السكر انتهت وكيلو رخص عشرة جنيه وبننشر مفاجأة حسب وسائل إعلام مصرية بشأن أسعار السكر تراجعت أسعار السكر اليوم في مصر لتعلن انتهاء الأزمة رسميا ليتراجع سعر كيلو من 55 جنيه إلى حوالي 44 و45 جنيه بشهادة البقالين والتراجع مستمر في السعر وده طبعا بعد التحرك العاجل من الحكومة لحل هذه الأزمة اللي الأسواق والسوبرماركتات والاقتصاد المصري عانى منها في الأيام الماضية بيبدأ سعر كيلو السكر في الجملة من 41 جنيه بعد ما سجل 48 أو يزيد الفترة الماضية وتراجع سعر السكر مع تصريحات الحكومة بإغراق السوق بكميات هائلة من ألاف الأطنان وقرب حصاد محصول القصة والدكتور مصلحي وزير التاموين والتجارة الداخلية أكد أن مصر مش بتعاني من أزمة في إنتاج السكر وقال أن الأزمة بترجع لبعض الممارسات في التوزيع والتداول وبتيجي أن التجارة وزير قال في بيان رسمي من يومين أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحرة هتنتهي في ما يقرب من أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكريل تمهيدا لطرحها في المنافذ واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام استورد تعاقدت عليها مؤخرا تتضمن 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوس وتابع كمال أن الكميات اللي بيتم إنتاجها من السكر الخام بيتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر بالإضافة لشركتين المصرية والعامة لتجارة الجملة إذن يعني من وجهة نظر الحكومة ومن وجهة نظر التجار وطبعا تجار اللي هم القطاعي اللي مش بيبيعوا جملة لا التجار اللي هم يعني بيبيعوا في السوبر ماركتات وبيبيعوا في البقالة وفي الأسواق بيقولوا إن أزمة السكر انتهت وإن السعر بدل مكان واصل لـ 55 جنيه لكيلو لأ بيوصل ليه 45 و44 جنيه لكيلو اكتبوا لنا في التعليقات تحت أسفل الفيديو سعر كيلو السكر عندك كامل نهارده اشتركوا في القناة